بسؤال يا أخي الذي طلب من النصحة لزوجته التي تريد أن تعمل أقول لها يا أختها إن كنت تستمعي إلي الآن أو تستمعين إلي الآن وأنت أستاذة للغة أقول إن كنت في غنى عن العمل وإن كان الله تبارك وتعالى قد من عليك بزوجك الذي وفر لك ما تحتاجين إلي فأرى أنك تستطيعين أن تؤدي دورا كبيرا جدا بتعليم أخواتك للغة أو بتعليم أخواتك لكتاب الله تبارك وتعالى في بيتك أو في بيت أخت من أخواتك ما دام الله عز وجل قد أغناك عن العمل لكن أود أن أقول بأن الإسلام لم يحرم عمل المرأة على الإطلاق فإذا كانت المرأة مضطرة مضطرة محتاجة إلى العمل لا تجد زوجا لا تجد عائلا لا تجد من ينفق عليها أو من يسطرها أو من يوفر لها حاجتها حينئذ فلتخرج بحجابها الشرعي في حدود الضوابت الشرعية المعلومة حينئذ فقط أما إن يسر الله عز وجل لها الزوجة الذي يوفر لها ما تحتاج إليه فتفرغ هذه الطاقة وهذا العلم في جانب آخر تستطيع أن تخرج بفضل الله تبارك وتعالى من بيتها لا أقول جيلا بل أجيالا تنصر دين الله عز وجل ويا لها والله من وظيفة لو أدركت الأخت الفاضلة مكانتها وخطرها في دين الله سبحانه وتعالى أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته